بسم الله الرحمن الرحيم وكل اسم معرب ينتهي بهمزة مسبوقة بألف مد لدينا أمثلة هنا الصمّة يعني هي في الحقيقة مؤنث أصم والأصم هو الذي لا يسمع إذن بطحة وهي الساحة الكبيرة بطحة الحي نقول وصمرة وهو لون إذن هذه أمثلة عن الإسم الممدود بالنسبة لصياغته إذن كيف يصاره الإسم الممدود إذن الإسم الممدود يكون مصدرا من الأفعال الناقصة المجردة فنقول وفاء وفاء مثلا وفاء وفاء سماء سماء لآخره يكون جمعا على وزن فعال مثل دماء دماء أو أفعلا أنبياء نبي إذن أنبياء وزن فعال فعال مثل شعراء هذا بالنسبة لصياغته كما قلنا يكون مصدرا من الأفعال الناقصة المجردة إذن وفاء يكون جمعا على وزن فعال مثل دماء أو أفعلا أو أفعلا أو أفعلا أو فعال شعراء وزن فعلا هو مؤنث أو فعلا عفوا هو مؤنث أفعلا فأزرق مثلا مؤنثها زرقاء وأعرج مؤنثها عرجاء فإذن كما قلنا سياغته يكون مصدرا من الأفعال الناقصة مجرد مثل وفاء وفاء ويكون جمعا على وزن فعال دماء وفعلا أنبياء أو فعلا شعراء وإذن لدينا وزن آخر هو فعلا وهو مؤنث سيرة أفعل الذي يدل على اللون أو الصفة اللون أزرق زرقاء وصفة أعرج عرجاء إعرابه يعني كيف يعربه كيف تظهر علامات الإعراب على هذا الفعل أو على هذا الإسم الممدود تظهر علامات الإعراب إذن بصورة عادية على آخر الإسم الممدود مثلا نقول أعداء الوطن منافقون وهذا بالنسبة للمبتدى مرفوع لكن مبتدى إذا كان مسبوق بإن هذه التي تنصب المبتدى إذن يصبح اسما لها نقول إن أعداء الوطن منافقون منافقون ثم إذن بالنسبة إذن ل الكسر علامة الجر هذه تنوب الفتحة عن كسرة في حالة الجر فنقول مررت بمرأة هيفاء ولا نقول هيفاء بمرأة هيفاء إذن مررت بمرأة هيفاء هيفاء إذن مررت بمرأة هيفاء هيفاء تثنيته وجمعه كيف إذن تقع تثني هذا الاسم الممدود وكيف يقع جمعه يثنى إذن الاسم الممدود ويجمع بحسب نوع الهمزة التي ينتهي التي ينتهي بها ننظر إذن مثلا إذا كان أو إذا كانت الهمزة أصلية إذا كانت الهمزة أصلية تبقى على حالها في المثنى والجمع فنقول قرآني قرآن وقرآني وقرآون لأن أصل هي مأخوذة من الفعل إذن قرآ يعني فعال هو صيرة مبالغة من الفعل قرآ والهمزة أصلية كما نرى إذن فنقول قرآ مفرد يعني واحد شخص واحد وقرآني وقرآني وقرآون إذن إذا كانت يعني في الجمع مرآن إلى مسألة موالية إذن الهمزة إذن إذا كانت إذن منقلبة إذا كانت أصلية كما رأينا إذن منذ حين إذا كانت أصلية تبقى على حالها في المثنى والجمع إذن قرآون قرآني وقرآون وإذا كانت يعني هذه الهمزة منقلبة عنواو إذا كانت هذه الهمزة منقلبة عنواو مثلا سماء أصلها سموة فهي إذن هنا الهمزة ليست أصلية منقلبة عنواو وياء أو ياء أو ياء فيجوز إبقاؤها عند التثنية أو إرجاعها إلى أصلها أو إرجاعها إلى أصلها عند التثنية إذن إذا كانت منقلبة عنواو هذه الهمزة كما قلنا سماء أصلها في الحقيقة سماء هويا فيجوز إبقاؤها عند التثنية أو إرجاعها إلى أصلها فإذن نقول سماء ونقول سماوان وسماء 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 كما قلنا نواصل إذن إذا كانت همزة تأنيف زائدة فإنها تقلب في المثنة والجمع وان مثل إمرأة تن حسناء فهذه يعني همزة زائدة همزة زائدة همزة زائدة فإذن حسناء هنا همزة زائدة فنقول في المثنة مرأتان حسناوان ونساء حسناوات ونساء حسناوات خلبت واو كما نرى خلبت واو كما نرى نمر الآن إلى التطبيقات ضع كل اسم ممدود بين معقفين في الأمثلة التالية إذن أقمت بأرض مصر فلا ورائي تجد تجد بي الركاب ولا أمامي إذن هنا أين الاسم الممدود في البيت الأول هو هذا وراء وملني الفراش وكان جنبي يمل لقاءه في كل عام اسم الممدود الثاني لقاء لقاء ثم جملة الموالية لا تلبس الرياء لا تلبس الرياء ولا تجري وراء الطيش إذن الرياء اسم ممدود ووراء كذلك اسم ممدود لا تطلب الجزاء يقول إذن الإمام الحسن لا تطلب من الجزاء إلا بقدر ما صنعت الجزاء إذن هنا اسم ممدود كما ترون ويقول شاعر تونس شتم العظيم سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشماء أرنو إلى الشمس المذيئة هازئا بالصحب والأمطار والأنواء إذن لدينا هنا الداء لدينا الأعداء لدينا الشماء ولدينا إذن الأنوى إذن الأنوى هنا الأنوى الأنوى والأنوى هذا بالنسبة إذن للتطبيقات نواصل دائما وأبدا دائما مع التطبيقات والآن اشتق من الكلمات التالية أسماء ممدودة اشتق من الأسماء التالية أسماء ممدودة أحمر إذن اسم الممدود الذي نشتقه من هذا الاسم هو حمراء هسير أساراء قوي أقويا حسن حسنا فقير فقراء قضاء قضاء إذن أعيد أحمر إذن حمراء هسير أساراء قوي أقويا حسن حسنا فقير فقراء وهو فعل قضاء مصدر ما هي الصيغ الصرفية الآن ما هي الصيغ الصرفية للأسماء الممدودة في الأمثلة التالية احذر دعاء المظلوم أحذر إذن دعاء المظلوم أنصت إليهم بأذنيك فإن القلب يحيى بنور العلم كما تحيى الأرض الميتة بمطر السماء السماء مصدر من سماء يسموه قالت تعالى فهل لنا من شفعاء شفعاء جمع الشفيع وإذن كما ترون الهمزة هنا ليست أصلية اجعل الأسماء الممدودة فيما يلي في المثنى ثم في الجمع قطفت زهرة قطفت زهرة حمراء الاسم الممدود إذن هو حمراء في المثنى نقول قطفت زهرتين حمراء وين قطفت زهرتين حمراء وين وفي الجمع نقول قطفت زهرات حمراء وين قطفت زهرات إذن حمراء وين وين هناك جملة أخرى إذن يمكن أن نكتبها هنا وأن نجعلها أو نجعل الإسم الممدود الذي يقع فيها في المثنى ثم في الجمع الجملة هي تناها إلى سمعي نداء غريب تناها نداء تناها نداء نقول إذن في المثنى تناها نداء آني ونقول في الجمع تناها تناها نداء آت إذن تناها نداء تناها نداء وتناها نداء وتناها نداء تناها نداء تناها نداء لأن هنا تناها نداء تناها نداء تناها نداء وتناها نداء تناها نداء تناها نداء هنا الزرق إذن هو زرقاء زرقاء تعرفون زرقاء اليمامة وهي مرأة عربية معروفة بحدة نظرها زرقاء وكساء كسايكسو إذن كساء وأصلها في الحقيقة كساء كساء استلقى إذن استل قاء استلقاء استلقاء هذا بالنسبة إذن لدرس متعلق بالاسم الممدود إذن أتمنى لكم التوفيق إذن والفهم الجيد والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر